نختم نشرتنا من لبنان حيث بدأت خدمة لندن تاكسي والتي تعتبر معلم من معالم العاصمة البريطانية وتتميل سيارات الأجرى هذه بفخامتها واختلافها عن باقي سيارات الأجرى في لبنان عدا عن الرفاهية التي تقدمها للزبائن التفاصيل في هذا التقرير لزميل علي قباني أملاك لبنانية يستعيدها لبنان إنها لندن تاكسي التي استقدمت سيارات الأجرى الخاصة بمدينة الضباب إلى مدينة الحياة بيروت لتشعر وأنت تتجول في شوارع العاصمة اللبنانية أنك تعيش أجواء مدينة لندن قاع في الأولى السابعة الشركة من أصلا لبناني بما أننا عايشين فترة طويلة كانوا بلندن حبوا جيبوا هذه السيارة على لبنان تحصنوا سيرفيسة لبنان تاكسي وترانسبوكيشن باللبنان عشر سيارات سوداء تتسع لأكثر من ستة أشخاص تراعي ظروف ذويئة الاحتياجات الخاصة حيث يمكنهم الدخول إلى السيارة بالكرسي المتحرك وتحتوي على مقعد يخرج من السيارة بطريقة ميكانيكية لخدمة المسنين وقد حولت الشركة سياراتها لتتماشى وحركة السير والمواصلات اللبنانية اللي صار أنه قبل ما جبنا السيارة بنائجوا خبراء من بره من لندن شافوا السيب اللبنان، طرقات، لقوانين نطعفها السيارة أول شي مطيرة ديزل بره هون نجبرنا نجيبه بيترول بعدين بره بتكون على الرايت سايد هون على اللافت سايد الوينز الشاسي والأمانتصارات كلها نعمل بطريقة تحمل وفي السيارة اتصال لاسلكي بالإنترنت وشاشة تلفزيون من نوع الالسي دي بالإضافة إلى زجاج العازل لضمان خصوصية الراكب أما سائقون لندن تاكسي فيتقنون ثلاثة لغات ويودعون الراكب بالتحية عند الوصول إلى النقطة الهدف لندن تاكسي أصلا عملت هالسيارة لراحة الشوفال لراحة الركاب الموجودة معي وكمان صنعتنا كمان فيها قصة الديفدي والأم بي سري وإذا بحال زبون كمان بده يطلب شيء بالأنترنت أو شيء أنا بعطيه دغري خط أنترنت الأسعار ما كتير بتخوف ولا بتقتل يعني الأسعار الأسعار فيها نقول معمولة هداش أنت سيري بتاخد سيرفيس هداش عم بتاخد يعني بري تالي بتي مش هيكون كتير السعر عالي ولا كتير هيكون مثل السوق يعني ويتوقع المسؤول عن لندن تاكسي أن يصل عدد السيارات إلى خمسين سيارة في نهاية الصيف المقبل وأن تدخل الأردن والعراق في السنة المقبلة كما ستتوافر سيارات من الطراز نفسه باللون الزهري والأبيض خاصة بالأعراس في أوائل شهر يوليو المقبل مبدأ هنا بنص الصيفية أو آخر الصيفية حيجو كمان تلت سيارات بينك اللي هنا معمولين للفيميل والكابلز وحيكون فيميل درايفرز أكيد ترجمة نانسي قنقر